أنه لابد أنه يحصل نوع من التزاوج مثلاً أو التوافق ما بين السياسة والاقتصاد في أي دولة؟ بالتأكيد وبالذات في بلاد ما هو خارج الغرب الأوروبي أو الغرب يعني عموماً مرة تانية الخبرة الغربية هي مجتمعات التقدم وألياته توطنت فيها منذ فترة مبكرة جداً ونشأت بشكل تلقائي كما تحدثنا بلاد خارج الغرب تحتاج لدور رئيسي للدولة والدولة تسوي السياسة دور رئيسي للسياسة من أجل توطين عوامل التقدم في هذه المجتمعات لأن هذه المجتمعات لم تظهر قدرة على إنتاج عوامل التقدم بشكل تلقائي ومن ثم تحتاج إلى عامل محفز والدولة هنا هي العامل المحفز القائد في هذا الأمر الفرق ما بين مجتمع تقدم ومجتمع مازال يسعى للتقدم هو إذا نجحت الدولة بجهودها في أنها توطن فعلاً أفكار التقدم في المجتمع بحيث أنه يستطيع أنه يحمل يواصل عملية التقدم من غير التدخل قوي من الدولة بعد كده ويمكن هنا كوريا الجنوبية نموذج لهذا يعني أنه مع الديمقراطية مع المبادرات القطع الخاص مع كذا عندنا كمان في الجنوب هذه البلاد في مثلاً ماليزيا في سنغافورة وهي أيضاً الدول انطلقت جداً اقتصادياً صحيح كل دي التجارب ناجحة جداً لكن كل دي أيضاً تجارب الدولة لعبت فيها الدور الرئيسين غافورة كانت بلد متواضع جداً فقير جداً لكن كان لديها دولة تنموية نخبة مصرة على أنها تحدث نقلة تنموية وتواصل ده لغاية ما البلد يتحول إلى واحد من أغنى دول العالم النهاردة بموارد محدودة طب هذه النقلة التنموية التي اعتمدت على الاقتصاد هلها اعتمدت أيضاً على التعليم؟ التعليم رئيسي في كل هذا التعليم في كل هذه التجارب كان رئيسياً جداً لأنه كتير من هذه البلدان هي بلدان محدودة الموارد في الحقيقة والموارد عموماً ما بتصنعش تقدم يعني إلا إذا بنحكي عن مورد سخي جداً بحيث أنه كافي لإسراء أمه بذات الأمم الصغيرة تجربة البترول يعني حالة النفط في دول القليج محدودة السكان لكن حتى الدول كبيرة السكان النفط لم يتسبب في نهضة اقتصادية كبيرة بها حالة العراق أو الجزائر أو كذا فالنفط هيبقى له أثر في الدول محدودة السكان ودي تجربة حالة فريدة جداً غير قبل الاتكرار لكن مع ذلك الأهم صروة تمتلكها أي بلد هي الناس وإما أن الناس يبقوا عبء على البلد وعلى الاقتصاد أو أن هما يبقوا رصيد ومصدر قوة ومصدر صروة لهذا البلد وهذا الاقتصاد والفارق هو المعرفة المهرات تعليم المعرفة التعليم هو رئيسي في كل هذا